بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة وأيامكم سعيدة بعيد الفطر المبارك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في ليلة الجوائز هذه الليلة ليلة العيد تسمى عند النبي صلى الله عليه وآله بليلة الجوائز أي أن الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الصادق عليه السلام سيعطي كل أجير أجره في هذه الليلة لأنه قد أنهى عمله أنهى عمل الصيام فهذه ليلة الجوائز والعطايا ومن تلك الجوائز والعطايا هذه الصلاة من صلىها شفع في أهل بيته كلهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بما أنك أنت أب أو أنت أم ولديكما أولاد أحدهم غير موفق في الدراسة الآخر غير موفق في الزواج الآخر مريض الآخر لديه أخلاق سيئة أخرى لديها مشاكل مع زوجها لو كان أولادكم من أهل النار لما فعلوا من السيئات والمعاصي الله يستجيب بعد هذه الصلاة لدعائكم فيهم يعني بمجرد أن تصلي هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك فيهم ولو كان هؤلاء من أهل النار يشفعك فيهم تقول يا رب ولدي غير متزوج ولدي لا ينجح في الدراسة ابنتي لديها يعني أولاد ولديها مشاكل مع أسرتها ابنتي لم تتزوج إلى الآن ولدي قليل الرزق بالإضافة بأنك مجاب الدعوة حتما وقطعا في نفسك وأنت كذلك عرفنا قيمة ما معنى بأنه يقول الله سأشفعك في أهلك ولو كانوا من الذين قد استوجبوا النار أي أن الذي استوجب النار لا تأتيه رحمة الله لا يشمله الله برحمته ولا يستجيب له دعاء ورغم هذا لا لا من صلى هذه الصلاة فإن الله يستجيب له فورا ويستجيب لدعائه في أولاده فمن كانت أخلاق أولاده لا سمح الله سيئا لديه عقوق والدين قليل الرزق ليس لديه ذرية لديه مريض إلى غير ذلك فدعائك فيهم مجاب ولو كان أولادك وبناتك من أهل النار فإن الله يشفعهم ويشفعك فيهم ويستجيب لدعائك فهذه ليلة الجوائز والله لن يخيب أحد في هذه الليلة أبدا فقط ارفع يديك إلى السماء وعلم علم اليقين بأن دعائك مستجاب هذه الليلة ليلة الهدايا العطايا قد انتهى رمضان وجاء أخذ الأجور من الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وآله من صلى ليلة العيد ست ركعات كل ركعتين على أحدة كما تعرفون يقرأ في كل ركعة خمس مرات قل هو الله أحد يعني تقرأ سورة الحمد وقل هو الله أحد خمس مرات ست ركعات كل ركعتين على أحدة كل ركعة تقرأ فيها الحمد وخمس مرات قل هو الله أحد إلا شفعه الله في أهل بيته كلهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار يعني ولو كانوا غير مستحقين أبدا للإجابة غير مستحقين للرحمة غير مستحقين لتبديل حياتهم فإنك بهذه الصلاة الله يقبال يقول لأجلك سوف أغير حياتهم أقضي حوائجهم برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام